يقوم وزير خارجية فرنسا بجولة إلى منطقة الشرق الأوسط في الفترة من الثالث إلى الخامس من فبراير الجاري حيث تشمل مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان تهدف جولة الوزير الفرنسي للعمال على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق صراح المحتجزين والحديث كذلك عن إعادة فتح أفق سياسي وهي إحدى ركائز مبادرة السلام والأمن للجميع التي قدمها الرئيس الفرنسي إمانويل مكرو وشدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية على أساس المبادئ المعروفة وهي حل الدولتين